احيانا احنا في جيل كله متعند وعندهم رأيه وقرار وما بيسمعوش قوي يعني مجرد ما بيخرجوا بقى وصحابنا والدنيا بتاعتنا بننسى التربية واهلينا وكلام ده خلاص انا شفت فيها موقف انه ماينفعش هل الحبس مش حرم؟ لا استخدام منهج الحبس ده منهج يعني فيه قسوة والنبي قد ناها عن القسوة طبعا كده؟ انه مساء الله بنهج عن القسوة وبين وقال لا يكون الرفق في شيء الا زانة وما نزع من شيء الا شانة لازم زي ما حضرك قلت نيأس لا ما نيأسش اولا انا ممكن اعمل الحبس بس من نوع اخر استخدموا الاسلام الحبس في الاسلام قسمين اما ان اعاقبه واحبسه عن المجتمع لما بجيب حد جيدا واعده في مكانه ومخررهش وده نوع الاسلام حرمه ولم يعطي الحق الا المين للحاكم القاضي انه هو يقدم الناس بهذا الامر انا النهاردة انفع جيب بنتي وقفل عليها واحبسها لا ده 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 عزيب لان يرضاه الله سبحانه وتعالى نمس مقالي سيدنا مسعود البدري لما تلاقى مسك العصاه يضرب طفل فقال له ايه اعلم ابا مسعود ان قدرة الله عليك اقدر من قدرات العالمين سيدنا اناس ابن مالك خدم النبي عشر سنين وطفل فبيقول ايه يعني مع النفن النبي قط ومقال شيء ليه لشيء اللي ما افعله لما لم تفعله ولا لشيء فعلته لما اغمش انا انا واحد من الناس قول انت عملت دي ايه صحيح ومتعمش تم وضحنا بتخج بالدنيا كده علشان كده لما سيدنا اناس راح في يوم النبي بعته في مشواري جبل وحابة فراح لعب مع الاطفال ونسي الموضوع من النبي فقال فلم استفق ما افتكرتش الموضوع نسي الطفل الا والنبي يمسك بأذن النين بالخلف بروحة كده وبهدوه تمام ولذلك الاسلام حرم منهج الضرب ومنهج استعمال العنف والقسوة مع الاطفال دي يعاقب على هذا سبحانه تعالى طيب بنات الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيتعاملوا ازاي مع ازواجهم يعني هو ده طبعا سؤال عظيم جدا ويحتاج الى حلقات وحلقات يعني بالمختصر ولكن بالمختصر احنا قلنا التربية هتدوم معانا لان سبب نجاح المرأة كزوجة هو نجاحها كبنت وصولة ربة كويس شافت ابوها راجل تمام وشافت امها امرأة صالحة محافظة على طاعة الله بنات النبي كان اعظم الناس معاملة لازواجهم باختصار كده بسيط بنات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قبل البعثة مخطوبين لابني ابي له سيدة رقية السيدة ام كلسوم كانوا مخطوبين لولاد ابي لهب اللي هو عم النبي عطبة وعطيبة فلما جي الاسلام طبعا ابو لهب قال ايه اللي لازم نفسخ ايه الخطبة دي فالنبي صلى الله عليه وسلم اجوز السيدة رقية لسيدنا عثمان بن عفتان وجوز السيدة زينب لراجل اسمه العاص ابن أب ربية وطبعا عارفين فاطمة اتجاوزت مين سيدنا علي كرم الله وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما مؤبدا لان بعد موت السيدة خديجة كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لسانه دايما وفامه في اذن مين بناته بيتعهدهم بالتربية بيعرفهم يعني ايه راجل بيعرفهم يعني ايه ازياد تتعذب على شكلها درم بسال بسيط جدا جواز النبي جواز فاطمة من علي تمام لما احب سيدنا علي انتزوج فاطمة كان مكسوف يطلب تمام يعني شاف ان هي بنت الرسول تمام فالنبي صلى الله عليه لما احس هذا فخطب النبي فاطمة المين لعليه واستأذنها لان استأذن البنت فرد فرد في موضوع الجواز اما ينفعش اجوز بنت غزبين عندها ليس من الاستاذ فنبص بقى سيدنا علي مكانش مع مهر تمام خالص فالنبي عشان نورد فاطمة راح جاب الدرع بتاع سيدنا علي اللي هو كان بيحارب به وكان قدر ساعته ربعمية درهم يعني ربعمة فطعة فضية تمام وقال له ده يبقى مهرمين فاطمة شوفوا بقى العزال بتاعها كان ايه كان عبارة عن مخدة محشية ليف وكان عبارة عن قطيفة يعني كده زي سجادة تمام وكان عبارة عن اناء يحطه في المياه ودخلت فاطمة لم تعترض تمام كده بل عاشت اسعد حياة جميلة وشعور جميل واحساس جميل ان احنا نقتضي برسول الله نعم نعم